اهلا بكم من جديد كشف كتاب جديد نشرته صحيفة صباح التركية عن هوية ثلاثة اشخاص اضافيين شاركوا في عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي الى جانب 15 عضوا في فريق الاغتيال وبحسب الكتاب الذي كتبه ثلاثة صحفيين من ديل الصباح حول جريمة قتل الاعلامي السعودي بعنوان الوحشية الدبلوماسية الاسرار السوداء لقتل خاشقجي وهؤلاء المتهمون الجدد هم احمد عبدالله المزيني رئيس وحدة اسطنبول في الاستخبارات السعودية وسعد مؤيد القرني ومفلس شايع المصلح الذين اعتبر عضوين في الحرس الامنية التابع للقنصلية السعودية في اسطنبول وكان بالحقيقة عنصرين من استخبارات المملكة للحديث حول هذا النوضوع نرحب بضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول الصحفي نظيف كلمان رئيس قسم التحقيقات في جريدة صباح التركية اهلا بك معنا سيد نظيف ودعنا نبدأ من عنوان الكتاب ولماذا اطلقتم عليه الدبلوماسية الوحشية نعم هذا الكتاب قد نشرناه من طرف في فريق للبحث في صحيفة الصباح كتبناه معا وقد اخترنا عنوان الدبلوماسية الوحشية اخترت انا هذا العنوان بنفسي وقد رأت الصحيفة وفريق البحث هذا العنوان مناسبا لأن العملية ليست جريمة عادية إنما هي عملية قتل للصحوفي في مؤسسة دبلوماسية تم الدعوته وإيقاعه في الفخ وتم قتله بشكل وحشي ثم تم تقطيع جسده وإخفاؤه ولذلك فكان علينا أن نفضح هذه الجريمة وننشرها على العالم وقد اخترنا هذا العنوان حتى نتحدث عن الوحشية الدبلوماسية دعنا ننتقل لما رصدتموه في الكتاب حول التفاصيل الجديدة لللحظات التي سبقت جريمة اغتيال خاشقجي وكيف تم التخطيط لاغتياله نعم كما تعرفون فإن جمال خاشقجي قد ذهب في الثاني من أكتوبر إلى القنصلية السعودية في اسطنبول قبل أن يدعى إلى هناك كان قد توجه فريق من 15 قاتل إلى تركيا من السعودية إلى تركيا وقاموا في فندقين اثنين قريبين من القنصلية ولم يذهب إلى أي مكان آخر وضعوا حقائبهم في الفندقين ثم ذهبوا مباشرة إلى مبنى الفندق وقد كانوا هناك في الصباح ولكن خاشقجي دخل إلى القنصلية بعد منتصف النهار وقبل أن يدخل خاشقجي إلى القنصلية كان فريق القتل يتحدث عن طريقة القتل كيف سيتعاملون معه عند دخوله وكيف سيقتلونه كل ذلك مسجل صوتيا أنا لا يهمني كيف تم التسجيل ولكن التسجيل موجود والمطرب كان هو قائد فريق الإعدام والطبيق أيضا كان له دور فعال وكان الحوار يدور بين فريق الإعدام قبل أن يدخل خاشقجي إلى القنصلية كان خاشقجي خارج القنصلية مع خطبته وكان فريق الإعدام يتحدثون عن طريقة قتل الضحية كانوا يتحدثون عن الاحتمالات إذا قبل العودة إلى السعودية كيف سيتعاملون معه إذا رفضوا كيف سيقتلونه وكل شيء واضح في تلك التسجيلات نريد أن أقرأ عليكم جملة يقول أنا عملت على الجثث كثيرا وأعرف كيف أقطع الجثة وأنا لم أعمل على جثة دافئة ولكنني أستطيع أن أعملها للمرة الأولى الآن هذا ما قاله أحد القتل قبل أن يدخل خاشقجي إلى القنصلية وقد قرروا قتله قبل أن يدخل القرار صدر من الرياض واستطاع النائب العام في إسطنبول أن يتأكد من ذلك وكان القحطاني والعسيري وهم أحدهما مستشار بن سلمان والآخر رئيس الاستخبارات استخبارات أخذت تعليمات وأعطوا أوامرهم لفريق الإعدام حتى يقتلوا الضحية واستطاعت السلطات التركية أن تحصل على هذه الأجلة وهي دلة القوية وفي كتابنا هذا عندنا أهل أسماء المجرمين ونشرنا كل الحقائق في هذا الكتاب حتى يعرف العالم أجمع هذه الجريمة ما هي المعلومات سيد نظيف التي قدمتمها في الكتاب لتؤكد أن قرار القتل جاء من الرياض نعم نحن في هذه الحالة نعرف أن الرياض قد أصدرت قرار الإعدام وتم اختيار عدد من الخبراء والمتخصصين وتم إرسالهم إلى إسطنبول وهذه الجريمة ارتكبت في إسطنبول لذلك النائب العام بإسطنبول قد أصدر قراري إيقاف أصدر قراري محمد بن سلمان وإن القحطاني مستشار بن سلمان وكذلك العسيري رئيس المخابرات هما الذان خططا للقتل وليخفاء الجثة الأدلة موجودة بشكل واضح لدى النائب العام ومنظومة العدالة التركية ومؤسسات العدالة في تركيا تأكدت من أن محمد بن سلمان هو الذي أعطى تعليماته للقحطاني والعسيري الذان قد أعد فريق القتل ولذلك فقد أصدر النائب العام قرار إيقاف للمتورطين في هذه الجريمة التي أمر محمد بن سلمان بارتكابها ولذلك فإن تركيا متأكدة من القاتل كانت هناك معلومات نشرت في تسريبات سابقة أن ماهر المطرب قائد فريق لاغتيال أجرى عدة مكالمات بعد اغتيال جماق شغجي بمكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هل أضبتم أي معلومات جديدة في الكتاب حول تفاصيل هذه المكالمات في هذا الكتاب توجد معلومة صادمة نريد أن نذكر عليكم الآن وهي أن هو يوجد في القنصلية وقبل أن يدخل خاشقجي إلى القنصلية وكان فريق الإعدام قد وكانت وسلطات التركية استطعت أن تقتنص مكالمات لفريق الإعدام وقد وقد تم الاطلاع على فحوة هذه المكالمات ورسائل الهاتف التي قام بها فريق الإعدام مع الرياض وعن طريق هذه المكالمات والرسائل استطاعت العدالة التركية أن تعرف من أي طرف يأخذون أوامرهم ومن يقوم بإعطاء المعلومات من هناك من الرياض فالمرسلات بين فريق الإعدام والرياض مسجلة لدى العدالة التركية على ماذا احتوى هذه المكالمات والرسائل سيد نظيف طبقا للمعلومات التي اطلعت عليها ليس لدينا نسخ من الرسائل والمكالمات ولكننا اطلعنا على فحوها من المصادر الرسمية وطلعنا عليها وبعض المحتويات تم نشرها ولكن المحتويات الأخرى ستنشر لاحقا ولن يستطيع السعوديون إنكار هذه الجريمة خصوصا بعد أن اتضح أن فريق الإعدام قد تم إرساله من أجل القتل عن طريق عن طريق طائرتين ويوجد جنرالات وموظف مخابرات السامون في هذا الفريق إنهم قد ارتكبوا هذه الجريمة تداخل القنصلية لماذا سمينا الكتاب الدبلوماسية المتوحشة لأن هذه الجريمة ارتكبت في مؤسسة دبلوماسية وأمرت بها الدولة الدولة السعودية هي التي أمرت عن طريق مسؤولين سامين أمرت بارتكاب هذه الجريمة بقتل صحفي ذبحه وتقطيع جسده وإطلاف أعضائه ولم يظهر أي دليل أو أي جزء من جسده بعد ثلاثة أشهر من ارتكاب هذه الجريمة وما زال المسؤولين السعوديون لم يصرحوا بأي شيء ولم يعطوا أي معلومة وهذا أمر مخجل نشرتم في الكتاب أن عملية قتل خاشقجي استغرقت عشر دقائق منذ دخوله إلى مبنى القنصلية حتى فاضت روحه إلى بارئها ما الذي حدث خلال العشر دقائق نعم كما ذكرتم في المدخل فإن جمال خاشقجي قد قتل خلال سبعة دقائق ونصف فبعد أن دخل إلى القنصلية في الساعة الواحدة والربع قد توفي خلال الساعة الواحدة واربع وعشرين دقيقة إذن فهي سبعة دقائق ونصف دخل خاشقجي إلى قسم التأشيرات في البداية وكان بجانبه اثنان من القتلة ووجهوه إلى غرفة العتيبي القنصل وفي تلك الغرفة بدأت العملية الوحشية وبدأت الأصوات تتعالى وعملية الخنق وفي البداية أرادوا أن يقنعوه بالذهاب إلى الرياض فرفض أن يذهب إلى الرياض وبعد ذلك طلبوا منه أن يرسل رسالة إلى ابنه ليطمئن عائلته أنه في إسطنبول وأن لا يقلق فرفض خاشقجي أن يرسل هذه الرسالة ورأى الفريق أن خاشقجي كان يتمتع بربطة جأش ولم يستسلم ولم يخش منهم وقاومهم للحظة الأخيرة حتى فاضت روحه وهو يقاوم فريق الإعدام هذا كتبنا هذه التفاصيل في هذا الكتاب وكان شخصان يمسكانه من ذراعيه ويجلسانه على كرسي ويحاول لون خنقه وكان يقول أنكم تخنقون أنني أختنق ويضعون رأسه في كيس بلاستيكي وفي الدقيقة الخامسة من التسجيل بدأت تظهر أصوات مخيفة جدا أصوات الاختناق والنفس المختنق وخلال هذه الدقائق كان صوت الشخير والاختناق وبعدها ينقطع صوت خاشقجي وتبدأ أصوات تقطيع الجثة وضعها على الأرض ونزعوا ثيابه وأعطوا الثياب إلى الشبيه هذا الشبيه وضع ثيابه ولبس ثياب خاشقجي وحاولوا تنظيف الدم الذي على بدان خاشقجي ولم يكنوا يريدون أن ينتشر الدم في الغرفة لأنهم لا يريدون ترك أي دليل عن هذه الجريمة وقد كانوا ناجحين في إخفاء أثار الجريمة لأنه فعلا ذهب خبره أتراك وبحثوا عن أثار الدم فلم يجدوا أي أثر لأن فريق الإعدام قام بإخفاء الأدلة وفي الفريق كان يوجد خبراء في الكيميا وقد أعادوا دهناء جدران الغرفة أصلا وبعد ذلك بدأوا عملية تقطيع الجثة وعملية التقطيع قام عليها وأشرف عليها الدبيجي خبير الطب الشرعي فيما تعلق بالتقطيع سيد نظيف لازال السؤال ماذا عن مصير الجثمان بعد القتل والتقطيع هل استطعتم في الكتاب أن تقدموا إجابات محددة حول مصير جثمان خاشقجي نعم سأحدثكم عن هذا مباشرة بعد تقطيع الجثة بدأ تقريبا نصف ساعة استغرقت عملية تقطيع الجسد وضعوا القطع في خمس حقائب وقد وضعوا الحقائب في السيارة رقم 34 CC 18 65 هذه السيارة تحركت من القنصلية إلى بيت القنصل وعندنا تسجيلات فيديو لحركة السيارة التي انطلقت من القنصلية إلى بيت القنصل وأنزلوا منها خمسة حقائب وكيسين اثنين وكان اثنان من فريق القتل يجلسوا شخصان في الكرسي الأمامي للسيارة وكذلك كان عدد من القتلة أيضا في الكرسي الخلفي ودخلت السيارة إلى القراج وبعد ذلك بدأوا ينزلون الحقائب وتوجد الصور وفيديوهات لكل هذه التفاصيل كل شيء نشرناه في الكتاب الصور موجودة انظروا في هذه الصورة مثلا كل شيء واضح هذا المطر يدخل وهذه الحقائب يحملونها كل شيء واضح بالصور والفيديوهات الفيديوهات يمكن أن تتابعوها بعد قليل في قناة خبر بعد ساعة تقريبا من الآن ستشاهدون الفيديوهات في تلك القناة الآن لا يوجد أي معلومة عن مكان الجثة للأسف نحن نتصور أن الجسد موجود في البئر في بيت القنصل السلطات السعودية لا تسمح لنا بتفتيش ذلك البئر ومعاهدة فيينا تمنعنا من دخول بيت القنصل لتفتيش ذلك البئر هذا أمر مهم جدا المسؤولون السعوديون لا يسمحون بتفتيش ذلك البئر ونحن نتصور أنه أن الجثة هناك في البئر أو في مكان آخر نحن ننتظر من الدولة السعودية أن توضح لنا مصير الجثة عليهم أن يشرحوا هذا الأمر للعالم خاشقجي لديه عائلة وأولاد وزوجات وبنات وهنا صور عائلته هنا مثلا زوجته أبنائه أحفاده من حق هؤلاء أن يزور أباهم وجدهم ليقرأوا الفتيحة على قبره هذه الرغبة حق طبيعي لكل إنسان وعلى السلطات السعودية أن تسمع لهذا الطلب حتى يعترفوا بمصير الجثة قلت لسيد نظيف أنه بعد قليل ستنشر الفيديوهات الخاصة بتحركات فريق لاغتيال وقلت أن لديكم التسجيلات الصوتية الكاملة باللحظات الأخيرة التي تتعلق باغتيال جمال خاشقجي متى ستنشرون هذا التسجيل الصوتي على موقعكم بالنسبة إلى التسجيلات الصوتية لا يوجد لدينا تسجيلات صوتية أريد أن أؤكد أن التسجيلات الصوتية موجودة لدى السلطات التركية ساعة ونصف من التسجيلات سبع دقائق ونصف منها تتعلق بعملية القاتل نصف ساعة منها تتعلق بتقطيع الجثة وبقية الدقائق تتعلق بما جرى في القنصلية قبل دخول خاشقجي وبعد إخراج الجثة من القنصلية هذه تسجيلات موجودة لدى السلطات التركية نحن لم نأخذ نسخة منها ولذلك فكما قلتم فإن قناة أي خبر ستنشر في ساعة الهدى عشر سيد نظيف هذا سؤال الأخير هل تتوقع أن تنشر السلطات التركية هذه التسجيلات الصوتية قريبا بالنسبة للتسجيلات الصوتية لو كانت لدينا منها نسخة لنشرناها لأن هذه تسجيلات يمكن أن تنشر في الإنترنت أو في التلفزيون ولكن أنا أريد أن أشير إلى أن هذه التسجيلات لن تبقى رهنة السرية إنها ستنشر يوما ما ولذلك فنحن نرجو من سلطات السعودية أن تعترف بمكان الجثة وأن تسلم القاتلين إلى القضاء التركي هذه جريمة بشعة وكلما تستر السعوديون عليها كلما ظهرت أدلة أكثر وأنا واثق من أن التسجيلات ستنشر يوما ما أنا لا أعرف بالضبط كيف ومتى أنا أتكلم كصحفي وأتوقع أن يتم نشر هذه التسجيلات في كتابنا ذكرنا كل شيء وذكرنا أن التسجيلات قد طلعت عليها أجهزة استخبارات لخمس دول وسيتم نشرها في يوم ما شكرا جزيلا الصحفي نظيف كريمان رئيس قسم التحقيقات في جريدة صباح التركية كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول شكرا جزيلا لكي تشكرا جزيلا لكي تشكرا جزيلا